اشتركوا في القناة في خطوة مثيرة للجدل خصصت سودان جزيرة سواكن الواقعة في البحر الاحمر شرقي البلاد لتركيا كي تتولى اعادة تأهيلها وادارتها لفترة زمنية لم تحددها اكد رئيس تركيا اردوغان خلال زيارة لسودان انه عرض موضوع الجزيرة على رئيس سوداني الذي وافق على الفور اعلنت جماعات سورية معارضة رفضها للمؤتمر الذي تنوي رويس اصدافته في سودشي بشأن الازمة السورية مشيرة الى ان موسكو تسعى الى الالتفاف على عملية السلام التي تجري في جنيب رعاية الامم المتحدة وحسب بيان الاربعين جماعة سورية معارضة فان موسكو لا تمارس ضغوطا الحكومة السورية للتوصل تسوية سياسية نهاية مجزة الاخبار شكرا لكم والى ملتقى اشتركوا في القناة